وانا احسن ما قرأت حقيقة في معنى الزهد ما قاله الحسن البصري رحمة الله تعالى قال الزهد ان تكون الدنيا في يدك لا في قلبك بس هذا هو الزهد الزهد ان تكون الدنيا في يدك لا في قلبك لا تدخل الى القلب هذه الدنيا ان جاءت لا افرح بها ان ذهبت لا احزن عليها ابدا اتعامل معها بعيد عن قلب قلبي لله شخصا قلبي متعلق بالله لا تدخل الدنيا الى قلبي حياها اللان جاءت استعملها واستفيد منها يعني ممكن الانسان يكون غنيا وزاهدا سفيان الثوري كان من الاغنياء ومن ازهد الناس ولذا لما قيل له يا ابا عبد الله انت يعني في الزهد من انت وعندك هذه الاموال ما تركب يا كيف زاهدوا عندك هذه الاموال فقال حتى لا يتمندل بنا الملوك حتى لا يتمندل يعني لا يتخذونا في ملوك منادين نحتاجهم حتى لا احتاج لي احد عندي مان يكفيني ما احتاج لي احد فاضطر اني اتنازل عن ديني او عن مبادئي او عن كذا حتى احصل شيئا من الدنيا عندي الدنيا حمد لله لكن على كتر لا تدخل الى قلبي حتى لا يتمندل بنا الملوك فلا مانع ان انسان يكون غنيا ويكون زاهدا ابدا لا مانع من ذلك لكن عكس له ان تدخل الدنيا الى القلب فاذا دخلت الدنيا الى القلب والعياذ بالله لا تخرج الا بمصيبة تصيب صاحبها بها والله اشتركوا في القناة